الصحة المستدامة سونيتا ناضر أرحب بكم مستمعين في هذه الحلقة الأخيرة من البث المباشر لنا لهذا الأسبوع سعيدة جدا أن تكون معي دكتورة لما تألى في حلقة اليوم أهلا وسهلا فيك دكتورة لما وأنا سعيدة كمان سونيتا طبعا أعلننا عن هذه الحلقة منذ الأمس وعن موضوع الحلقة هو موضوع هام جدا ما هي مساببات الحساسية ما بين فصلي الربيع والصيف وطبعا هي فترة نعاني فيها كثيرا من الحساسية ومن عوارض الحساسية وهي كثيرة سنتكلم عنها أذكر بأنك اقتصاصية في أمراض الأنف والأذن والحنجرة هنا في باريس في فرنسا مستمعون يستطيعون طرح الأسئلة عليك على هذا الرقم من خلال الاتصال بكاتيا اليوم 0033969323314 أو على الفيسبوك لايف طبعا بفضل زينب شكرا زينب لليوم الثالث على التوالي شكرا إذن تستطيعون أيضا مشاهدة حلقة اليوم على الفيسبوك لايف شكرا وأيضا تستطيعون طرح الأسئلة من خلال رقم الواتس أب التالي 0033607294972 أشكركم مسبقا على استماعكم الدائم وعلى استماعكم لحلقة اليوم وعلى تفاعلكم معنا في هذه الحلقة من خلال طرح الأسئلة على الفيسبوك لايف أو على رقم الهاتف أو على الواتس أب إذن نعود إليك دكتورة لما ونرحب بك مجددا والسؤال الأول لماذا هذه الفترة حرجة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الحساسية أول شيء أن الحساسية مرضك العصر حاليا خصوصا زايد مع التلوّس يعني النسبة زايدة وليش بهالفترة هلأ بدنا نحكي لأنه غالبا فيه من الأسباب الكبيرة للتحسس هو غبار الطلع اللي اسمه القراميناب الفرنسي هو اللي بينشط بنيسان أيار حزيرة فلهكي بتكون الفترة التحسس قوية كتير وأعراض التحسسية المسببة على العيو وعلى الحنجرة وعلى القنف وممكن عربه كمان والقصبات هل ممكن أن تمتد هذه الفترة حتى شهر تموز يوليو؟ ممكن تمتد بقى بس هلأ فيه شيء اسمه الكلاندرية يعني روزنامة للتحسس لأنه فيه أنواع غبار طلع مختلفة هلأ هي موجودة أنا عندي إياها يعني هلأ هي بس على فرنسا يعني على فرنسا على باريس بالذات يعني أنه وين قامت أنواع الأشجار المحسسة بكل فترة هلأ هي بتختلف حسب البلد طبعا متى تظهر متى طبعا أنا عم بحكي على الجراميني هي الأكتر من محسسات الغبار الطلع بتكون بفترة نيسان أيار حزيرة نعم بعدين في أشجار تانية بولو ما بعرف شو بتكون بالجوية طبعا بتخف الحساسية أيام الشتاء طبعا بس بتنشط شغلات تانية أمور أخرى الزكام الزكام والفيروسات نعم تبقين برفقتنا دكتورة لما تقلس نتحدث أكثر عن هذا الموضوع عن مسببات الحساسية ما بين فصلي الربيع والصيف ونعود معك مع عوارد الحساسية أهم عوارد الحساسية ولكن الآن ننتقل إلى دراسة اليوم دراسة جديدة تقدم قائمة الأطعمة التي يمكن أن ندخل بسببها بسبب الإصابة بالحساسية أن ندخل إلى المستشفى الصحة المستدامة صوني تناظر كشفت دراسة طبية حديثة أن هناك بعض الأطعمة مدرجة على قوائم الاتحاد الأوروبي تتسبب في الحساسية ويمكن أن تدخل الشخص المستشفى لتلقي العلاج ووفقا لصحيفة ديليميل البريطانية أكدت الدراسة أن عدد الذين أصبح لديهم حساسية من الطعام زاد بشكل كبير خلال السنوات الماضية وهذا طبعا ما كنت تقولينه في البداية دكتورة لما كشفت الدراسة عن عدد من الأطعمة التي ثبت تسببها في زيادة الحساسية لدى الأشخاص في أوروبا وهؤلاء الأشخاص طبعا يصابون بحساسية ضد أنواع من الطعام وأكد الأطباء المشرفون على هذه الدراسة أن معظم الحساسية الغذائية تحدث عندما ينتج الجسم الأجسام المضادة استجابة للبروتين الموجود في طعام معين دون معرفة سبب واضح لذلك وأضاف الأطباء أن الحساسية المفرطة ضد الطعام يحتمل أن تهدد حياة الشخص إذا أثرت على جسم كله خاصة بعد تزايد حساسية الطعام بشكل ملحوظ حيث يتأثر 5 إلى 6% من الأطفال ونحو 1% من البالغين السنوية بها وشملت القائمة ميالية السمسم الكرافس فول السوية الكحول المستردة دقيق الترمس الأسماك والقشريات إذن سنعرف أكثر عن هذه الدراسة مع دكتورة لا متعلم الصحة المستدامة صوني التناظر إذن دكتورة لا معهود إليكي وأتمنى منك تعقيبا على هذه الدراسة ذكرتي في البداية أن الحساسية بشكل عام زادت وكما نفى من هذه الدراسة أيضا زادت الحساسية ضد الأطعمة ما السبب أيضا؟ أيضا التلوث تلوث زيادة إضافة مثل ما قلتي كثير كما في إضافة ملوينات وفيه كمان طبعا ملوينات ومواد حافظة ومنكهات كلها هاي مواد محسسة بس فيه مثل ما قلتي يعني فيه شغلات مقيلة على ألب الملوينات وللمنكهات كثير كثير معروفة أسبابها سبب كثير مهم للتحسس وممكن يؤدي للوفاة طبعا لتوقف القلب إذا إيجت نوبة كبيرة هي مثلا المكسرات مثلا الجعوز واللوز وهدولة نسمع كثيرا أنه فيه أشخاص مثلا هي كثير معروفة أصيبوا بالاختناق بسبب حساسية وبعدين فيه الأسماك والاستمار البحر كثير هايدي سبب كثير كثير فيه يعني الألرجيئوية تعيتها يعني مثل ما قلتي الألرجان يعني البروتين تاعها بيولد رياكسيون أوية وكثير أوية بالجسم طبعا كيف من الممكن أن نعلم قبل الإصابة بنوبة كما ذكرت قد تكون للأسف خطيرة كيف من الممكن أن نعلم دكتورة لما إذا كان لدينا ربما استعداد لهذا النوع من الحساسيات حساسية الأطعمة أول شي في القصة العائلية يعني لازم دائما واحد ينتبه إذا في القصة العائلية تاني شي فيه يعني فيه شغلات يعني بتخلينا نشك مثلا الإكزيمة عند الأولاد تشوفيها عندهم مثلا أول ما بيولدوا بيصير معهم مثل إحمرار بجلدهم أو بوجهم هاي دي إكزيمة الأتوبيك عند الأولاد هاي كمان يعني مؤشر لممكن يكون معه التربة تحسوسية بعدين هلا بعدين منبلش بقى بالأكبر بقى بيصير معه مثلا التهاب إنف تحسوسي بيصير معه يعني الأعراض التحسوسية الخفيفة طبعا قبل ما توصل للأعراض الاختناقية مثلا يعني دائما هناك نوبة خفيفة غالبا بس ما فيني إليك دائما ممكن يعني بدون ما حدا يعرف يأكل نوع من الأسماك أو نوع من ويكتشف وصير معه وزمة عامة بالجهاز التنفسي ويختنئ يعني طبعا الحمد لله كتير كتير نادرة هالشغلات يعني مثل ما إلا بيكون في مهيئات قبل وأعراض أخرى قبل يعني طبعا الأهل بيعرفوا والمريض بيعرف يعني الأدولة البالغ بيعرف أنه أنا عم بحس لما عم باكل هالنوع الشغلة عم بتصير معي يعني أعراض تحسوسية بعدها بتشوفي الأهل والمريض هو اللي عم بيحس نعم شكرا على التعقيب دكتورة لما أذكر مستمعينا أنهم يستطيعون ترحل أسئلة عليك حول موضوع اليوم أو حول اختصاصك يعني أمراض الأنف والأذن والحنجرة في نصف ساعة المقبلة من حلقة اليوم على هذا الرقم 00-339-6932-3314 أو من خلال رقم الواتس أب التالي 00-336-0729-4972 إذن نعود إلى موضوع حلقة اليوم ما هي مساببات الحساسية ما بين فصلي الربيع والصيف ذكرتي أنه أهم الأسبابية أهم طبعا أنا هلهم بس بدي نبه أنه في مثل ما ألتي محسسات غزائية وفي محسسات من سمية يعني المحسسات الهوائية بالهواء موجودة يعني الخارجية ما الغزائية يعني فطبعا بالنسبة أنا لموضوعي يعني اختصاصي اختصاصي هو تحسس الأنفي واللي بيرطبط بالتحسس بالجهز التنفسي طبعا الربو كلها مرتبطة بعضها فأكدر أكثر المسببات هي الألغجين أو البروتين أو يعني المسببات للتحسس هي الهوائية مثل كلنا طبعا غبار وطلع هذا سبب كتير 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 مهم وبيختلف من محلة تاني لازم تكون واحد معه الرزنا ما يعرف طبعا هذا طبيب للتحسس وممكن أو يحطها على الانترنت ممكن تكون مكتوبة على الانترنت شو الأشجار طبعا المسببة لإله والتحسس حسب البيئة التي نعيش فيها طبعا حسب البيئة وحسب كل مريض شو بيتحسس على أي نوع شجر فيه منهم على شجر التفاح منهم على شجر اللوز منهم على غبار الطلع منهم على يعني فيه أشجار متنوعة وعندك الأكاريان أو مثل غبار العس العس أكز برافو عليكي أيوة هي بتكون موجودة كتير بالمنزل كتير طبعا بالموكت أيوة بالموكت بالسجات بالفرشات يعني وين في هيك مثل تسو أو أقمشة كلها بتعبي فيها ودافية وطبعا يعني إذا مسكرة يعني ما في تهوية يعني فكتير بتعشعش فيها وبتسبب هذا مسبب كتير مهم طبعا للتحسوس هدول التحسوسات الهوائية أو التحسوسات التنفسية وعنا كمان الغبار غبار المنزل أحد الغبار المنزل وغبار كله يعني الغبار أحد الأسباب الأساسية للتحسوس وعنا كمان هاي الرئيسية نعم بحكي وعنا الموازيسور أو الفطريات بتشوفي هالعفن اللي بتكون على الخبز و Надо بتشوفي على زوايا البيت هيكي مثل العفن يعني هاي كمان نوع محسس fundra كتير وبيسبب أمرات الحسوسية وربو وغرف الحمام أو بشي لزاؤية رطبة بتشوفي طلع عفن هي نوع محسس نوع كتير ومسبب للربو كماني نعم يعني هي نوع من الفطريات نوع من الفطريات طبعا مع العلم أنه نسمع أحيانا أنه العفن على الخبز قد يكون مفيدا نصحها مظبوط بس كمان محسس هو نوع محسس كمان نعم إذن أول الإشارات التي نشعر بها في حال لم نكن نعلم أننا عرضة لهذا النوع من الحساسية ما هي أولى الإشارات؟ مثلا بالنسبة لتحسس الأنف ما كتير بخربت يعني سيلان أنفي انسداد أنف دائما بيشتكي المريض طبعا التحسس الأنفي بيكون شوي صار مزمن يعني ما أنه نوبة مثل الزكام أو الالتهاب الفيروسي ويروح بيصير متكرر أو مزمن أو يعني مطول كذا شهر يعني حتى نحكي عن التهاب أنف تحسسي أهم شي هو انسداد الأنف سيلان الأنفي أحيانا الصداء السعال العطاص السعال طبعا أحيانا كمان سعالة بتكون تحسسية وبعدين بقى بيجي مشاكل الربو والصدر يعني نعم غالبا ما تتطور الحساسية وتصل إلى مرحلة متقدمة كثير مشترك الالتهاب الأنفي التحسسي بيشترك كثير حالات مع الربو بيكونوا مشتركي يعني لازم مريض الربو ندور إذا عنده التهاب أنف تحسسي ومريض تحسس الأنفي ندور إذا عنده ربو نعم هل تطورت العلاجات بالنسبة للحساسية نعلم أنه دائما توصف مضادات الهستامين ولكن بعضها يصيبنا بالنعاس البعض الآخر هو غير فعال لماذا ما زلنا فقط نكتفي بمضادات الهستامين لأنه حقيقة بفتكر هي بالأخير لهلأ ما لقنا شي فعال أكتر من هيك لأن الهستامين هو عبارة عن وسيط كيماوي هو اللي بينفرز بحالة التحسس هو اللي بيسيبب طبعا لما بيلتقي الأنتيكور والأنتيجين مع بعضهم بينفرز الهستامين والهستامين هو مادة اللي بيعطي كلها الأعراض فبدنا نكبح لها المادة حتى نخفف الأعراض التحسسية أكيد عملوا كتير أبحاث بس بالنهاية بيظل الأنتيستامينيك هو أكتر المواد الأدوية الفعالة للتحسس نعم نعلم أنه هناك الكورتيزون طبعا بس الكورتيزون كمان مضاد معروف مضاد تحسس قوي جدا بس الكورتيزون ما فينا نعطيه على مدى طويل طبعا نعطيه بشكل يعني أسبوع أسبوع يعني مرتين بالسنة تلتمرات بس ما فينا نعطيه كل السنة يعني لما بيكون في نوبة قوية كتير مثلا نوبة رابو أو نوبة انسداد إنف أو نوبة مثلا بوليبات انفية بسبب التحسس منعطي بس منضل على الأنتيستامينيك والكورتيزونات الأنفية طبعا الكورتيزونات الأنفية البخاخات الأنفية نعم طبعا كما ذكرت دكتورة لما هناك مضادات إستامين تصيبنا بالنعاس وأخرى لا ما الفارق ما بينها هل هناك فارق في الفعالية أم لا لا بفتكر كلها نفس الشي بس اللي عم بيطوروها يحاولوا أنه يسوها ما كتير بتسبب النعاس وغالبا عم نعطيها بالليلا يعني حتى قبل النوم يعني حتى ما تأثر كتير يعني نعم حتى ولو أخذت ليلا في صباح الأشخاص يشكون كثيرا من التعب بعدها بس هلأ عم بيقولوا يعني أنه اللي بيجوا لعنا يعني المرضى مو المرضى المندوبين الأدوية بيخبرونا أنه هايدي طلعت جديدة وكتير بتقليل تسبب أنه عاس أقل من غيرها مثلا آي ريوس هوني أو البلاسكا هدولي جداد مو جداد يعني بس أنه صار لهم فترة طالعين بيقولوا لك أنه أقل بتسبب نعاس أقل من غيرها يعني هلأ حسب المندوبين الأدوية والشركات الأدوية يعني بس دائما أنا بنصح أنه ينتبهوا كمان اللي بيسوء السيارة الأخي أنتيستاميني يضل منتبه يعني أو يأخذها بالليل مثل ما قلتي يعني حتى أحيانا ممكن تأثر بس هلأ عم يطوروه كتير أنه تصير ما تسبب هالنعاس الأوي مثل قبل نعم هل يا ترى يجب أن نعمل على جهاز المناعة لدى الأشخاص الذين يصبون ربما كل فترة بنوبات حساسية هل من الممكن أن نقوي جهاز المناعة هلأ ممكن أن نقوي جهاز المناعة هل من الممكن أن يؤثر ذلك لا في شغلة أهم من هيك يعني لأنه يعني تقوي جهاز المناعة ما بيدخل بمجال التحسس يعني بس في شيء اسمه هوني هوني بكل البلاد موجود أكيد يعني إزالة التحسس نعم كيف من الممكن أن يدين مثلا بيعطوا على مدة خمس سنين تقريبا علاج مثلا يا تحت الجلد يا هلأ على طريق اللسان يعني بيحطوها نقاط يعني بتدخلي له المحسس بس بكميات قليلة شوي شوي وبتعاودي الجسم علي معد بقى بيصير عنده هالرياكسيون الأويل حتى بالنسبة لغبارة الطلا طبعا هي بس لأقول أنه بس للتحسسات للأسف لا هلأ ملقوا غير للتحسسات التنفسية التحسسات الأطعمة الأطعمة ما بتمشي لا الأطعمة بدك جباري تبعدي كل أنواع الأطعمة طبعا هلأ بعدين واحد بده يحكي أنه بدك تروحي عن طبيب اللغجي أو فيه كمان يعني أخذ أنه عينات دم لتأكدي مو بس بالأعراض يعني أحيانا الأعراض ما بتكون لأن فيه نوعين من الالتهاب الانف فيه عندك التهاب انف تحسسي وفيه عندك التهاب انف لا تحسسي ما بيكون فيه أي تحسس ويظل يا أخو أنتيستامينيك عشر سنين ما بيغير شي يعني ما بفيده هذا تخريشي غالبا التلوس والمكيفات وكل هالشغلات هذا اللي بتلعب الدور يعني الهرمونات تغيرات الهرمونية بالجسم الأدوية في منها كله بس ما بطريقة التحسس يعني ما أنا طريقة يعني الانتيستامين ما بيفيده يعني الغذائية ممكن تلعب دور بالتحسس الأنفي يعني ممكن واحد يتحسس على على مثلا على الفول السوداني مثل ما قالتي ممكن يعطي أعراض تنفسية صحيح أقلب كتير من الهبار الطلع والفطريات بس ممكن يعني لذلك بدنا بطلب أول شي يعني يعني عين الدم أو تحليل دم بعدين بطلب إذا شفتها إيجابية أنا بفضل إبعادتهم لعن طبيب التحسس بالذات يعمل لهم الاختبارات الجلدية لحتى فعلا لأنه هاي بترجع لنا بشكل عام بالدم بينما طبيب الجلدية بيأخوا عينات من كل أنواع مثلا الأشجار الموجودة وكذا وبيقلك أنت عم تتحسسي على أي نوع تماما وأنه لازم تتجنب مثلا تطلعي بيكنيك مثلا أو تطلعي أنت ورفقاتك بالبرية أو كذا بهالفترة دكتورة لما ذكرنا أنه اليوم الأدوية الوحيدة الموجودة في الأسواق أو العلاج الوحيد هو اللجوء إلى مضادات الهستامين ذكرنا أنه هناك نوعين مننا ما يصيبون بالنعاس وأخرى له هل بشكل عام هناك عواد جانبية لمضادات الهستامين أم ليس هناك؟ لا يعني مثل أي دوة تاني بس ما ما أثبتت أنه يعني مضرة منعطيه أحيان لسنوات يعني إذا المريض تحسس مزمن وتبقى مفيدة حتى ولو أخذناها على سنوات؟ لا لا الدراسات عم تقول تبقى مفيدة لأنه في مرضى بيقول له لوقفنا الهستامين رجعت لنا الأعراض هلأ أحيان منحاول نحن منخفف مثلا وأحيان ما بتفيد كمان يعني مثل ما قلتي إذا ما بتفيد بقى مندور على علاجات تانية يا أما بدنا نسحب التحسس يا أما أحيان بس منعالج الأعراض ما في يعني علاج تاني مثلا يعني انفك مسدود منعطي مقبضات ويعائية لكم يوم يعني ما فينا نعطيها على مدى طويل ما فادت الأنتيستامين من نقترح عليه جراحة مثلا نخفف الوزمل بالأنف مثلا نقطع شئفة من القرينات الأنفية منفتحه أنفو يعني هاي كلها على الأعراض من العب بعدين يعني عرفتي كيف؟ نعم دكتورة لما في نهاية الجزء الأول من حلقة اليوم نتمنى هيك أن تعطينا نصائح لمستمعينا الذين يصبون كل فترة وفترة بنوع من أنواع الحساسية لكي يتجنبوا النوبات المزعجة خاصة في هذه الفترة من السنة أول شي بدو يعمل تحليل دم أنا برأيي بس لا يعرف فعلا متحسس على أي نوع لأنه في كذا محسس يعني لا يعرف شو يتجنب تماما يعني تاني شي بيضل يعني عنده تربة تحسسية غبار الطلع والبرية وهالشغلات يتجنبها بفترة خصوصا بيكون فيها غبار الطلع لنيسان أيار حزيران لا يطلع بالبرية ويحمل مثلا إذا حاولوا طلع على حديقة هو ورفقاته معلش يحمل ماسك مثلا إذا مضطر يعني بالبيت دائما يهوي البيت دائما يهوي الفرشات يهوي يعمل الأسبيراتور دائما ينظف يعني كل هذه يعني أماكن للعسل مثل ما قلت المسبب والغبار والفطريات يعني يضل عم بهوي ويضل عم يعني ينظف أنه يجب بالتهوئة عشر دقائق في اليوم لا يهوي قد ما قدر يهوي حتى الفرشات يعني يشيله ويهويه طبعا للمرضى التحسس أكيد طبعا تجنب الأماكن البرية والغابات وقت الفترة التحسسية الأوية اللي هي غالبا بحزيران ومحزيران عفوا نيسان أيار حزيران شكرا دكتورة لما تألى تبقين برفقتنا للإجابة عن أسئلة مستمعين بعد دقائق معدودة إذا تستطيعون التواصل مع دكتورة لما تألى وترحل أسئلة عليها على هذا الرقم من خلال الاتصال بكاتيا سعد من الممكن أيضا الكتابة إلي بأسئلتكم على رقم الواتس أب التالي 0033607294972 وأيضا تحت الفيسبوك لايف تستطيعون طبعا تحت عنوان الحلقة أن تكتبوا بأسئلتكم دكتورة لما أشكرك كثيرا نعود إليك بعد قليل مع التذكير بأنك اختصاصية في أمراض الأنف والأذن والحنجرة إلى اللقاء بعد قليل اشتركوا في القناة